تعز حيث يعيش مئات الآلاف من المدنيين تحت حصار أصبح جزءا من يومياتهم يعاني المدنيون من ويلات الحرب إذ لا يمر اليومان أو الثلاث إلا وتقوم الميليشيا بقصف المدنيين في الأحياء السكانية مقعة قتلى وجرحى الشهداء يواريهم تراب الكرامة أما الجرحى فيبدأون رحلة عناء عادة ما تكون شقة ومؤلمة إلى جوار آلام أجسادهم الجريحة تعاني مستشفيات تعز من عوز في المواد الطبية والكوادر فقد اضطرت معظم مستشفيات المدينة لإغلاق أبوابها أمام المرضى والجرحى نظرا لعدم توفر موازنات تشغيلية قرابة أربعمائة مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت إذا لم تتدخل الحكومة أو المنظمات الإنسانية بدعم مركز الكلاف المحافظة بمواد الغسيل مستشفى الثورة وجه نداء للحكومة والمنظمات المانحة بسرعة انقاذ حيات هؤلاء المرضى قبل أن تحلوا الكارثة ويجد هؤلاء أنفسهم أمام موت محقق كما ناشدوا بأنفسهم ناشد جميع المنظمات والهيئات والإغاثات الدولية والمحلية والحكومة أن تأتي بهذا المواد لكي يعيش هذا المريض وإلا أنه الموت حقا استبشر أبناء تعز خيرا بزيارة نائب رئيس الوزراء إلى المرافق الصحية بالمحافظة قبل أسابيع ولكنهم لم يروا طحينا حتى الآن جرح الجيش والمقاومة قصة أخرى أيضا وفي مدينة تقاوم الانقلابيين كل يوم يسقط جرحها ليجدوا أنفسهم محفوفين بالإهمال الطبي مع سبق الإصرار والترصد ثلاث سنوات من الحرب والمرض والجراح أنهكت جسد الحالمة بلا سند يضمد جراحها النازفة وسط هذا الإهمال يبرز مركز الملك سلمان كأهم داعم للقطاع الصحي في المحافظة منذ بدء الحرب ففي الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري قدم المركز قافلة طبية محملة بمستلزمات صحية وجراحية مقدمة لمستشفى الثورة أكبر مستشفيات المدينة وغير بعيد عن القطاع الصحي المنهك في هذه المدينة ومن بين أنقاض الحرب ورماد الدمار يشرق أحد أوجه المدينة كلية الطب بتاعز والتي احتفت بافتتاح مبناءها الجديد كخطوة أولى في تجاوز الصعوبات الحرب والظروف القاهرة التي تحيط بوجه الحالمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر